انتهاك حقوق الانسان ذلك هو الثابت في المأساة اليمنية اما المتغير فهي الاطراف المتورطة فيه والتي تعددت وتكاثرت وتمايزت ايضا بحسب الاهداف لكل طرف القوات الاماراتية احدى تلك الاطراف التي اخذت حصة لا بأس بها في هذا الجانب مؤخرا تزايدت الشكوك حول وجود سجون سرية في المحافظات المحررة جنوب البلاد تحت ادارة واشراف القوات الاماراتية لكن تلك الشكوك ما لبثت ان تحولت الى حقائق راسخة واحداث يومية وذلك ما تؤكده التقارير والمنظمات الدولية حيث اكد تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش بان 47 شخصا من بينهم اربعة اطفال تعرضوا للاعتقال والاخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت وبحسب المنظمة فان القوات الاماراتية اعتقلت منهم 39 بينما البقية تم اعتقالهم من قبل قوات الحزام الامن التي تتلقى الاوامر والتوجيهات من نفس القوات وعليه تبدو السجون والمعتقلات الاماراتية حقيقة مرة وقد كثرت شواهدها فهذا تقرير لوكالة الانباء الامريكية اسوشيتت بيريس خلصت فيه الى توثيق 18 سجنا سريا على الاقل تديرها القوات الاماراتية وقوات الحزام الامن التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن تلك السجون كانت مسرحا لانتهاكات جسيمة تعرض لها المعتقلون وصلت حد الشواء على النار التقرير واصل كشف المأساة مفيدا بان تلك السجون المخفية داخل قواعد عسكرية وموانئ وفي احد المطارات وكذلك في منازل وحتى في ملها ليلي شهدت اختفاء قرابة الفي شخص اثناء احتجازهم ما دفع باقارب هؤلاء المفقودين الى الاحتجاج بشكل شبه اسبوعي وهذا ما يؤكده تصريح لوزير الداخلية جاء في نفس التقرير والذي اوضح ان بعض المعتقلين تم نقلهم الى قاعدة اماراتية في دولة ايرتيريا للاستجواب وكالة الانباء الامريكية ايضا اشارت الى اعترافات مسؤولين في وزارة الدفاع الامريكية بمشاركة الجنود الامريكيين المتواجدين في اليمن في عملية الاستجواب لكنها ايضا نفت على لسانهم المشاركة او العلم بالتعذيب واي يكن فثابت ان انتهاكات جسيمة تجري على الارض وامام مرء ومسمع من الحكومة الشرعية اشتركوا في القناة